موسيقى الجيش اليمني يسيطر على مركز التحيطة ويقترب من معاقل الانقلابيين في صعدة موسيقى اتفاق بين المعارضة وروسيا وطائرات الاسد تكثف قصفها على درعة موسيقى والخارجية الامريكية تدعو لمواجهة الارهاب الايراني موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وطبا مساءكم بكل خير نحييكم من قناة السعودية في رشرة أخبار المساء التي افتتحناها بالعناوين وإلى التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم رفع مدير الصندوق الكشفي العالمي جون جيو جيغان باسم الرئيس الفخري للصندوق جلالة الملك كارل جوستاف ملك مملكة السويد واسم خمسين مليون كشاف الشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وللسمو ولي العهد بمناسبة إكمال الكشافة من الشبان والشابات في كل أنحاء العالم أكثر من مليار ساعة عمل من الخدمة المجتمعية من خلال المشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي انطلق من المملكة عام 2011 للميلاد وتم بدعم من المملكة وأوضح جون أن مشروع رسل السلام الآن يعد أعظم مشروع عالمي للخدمة المجتمعية على الإطلاق حيث يسهم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمجتمعات على امتداد العالم وأن هناك مئات الملايين من الناس يرون المملكة العربية السعودية مصدرا للسلام والاستقرار مؤكدا أن المشروع يتناغم مع رؤية المملكة 2030 حيث يلهم الشباب للتحول إلى مواطنين نشطين عالميين نفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي فيما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام وقال إنه لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها مشيرا إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراض سياسية واضحة عقدت اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت اجتماعها الأول برئاسة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود ووكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام سالم النهام وناقش الاجتماع الذي عقد في جدة سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وتطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين عربت الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص تعازيها لأسرتين وأصدقاء الطالبين السعوديين ذي بليامي وجاسر آل راكا بعد وفاتهما في ولاية مساتشوستس وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيدر نويرت في بيان صحفية صدر اليوم إن غرق الشابين الذين حاولا بشجاعة لإنقاذ طفلين من الغرق يعد نموذجا للطلاب من خارج الولايات المتحدة وممن يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأضافت أن ذي با وجاسر كان من بين الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة وقد عكس فهما دوليا أكبر ووجهات نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأمريكية في بلادهم افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مركز حي المحمدية النموذجي الذي يعد ثالث مركز حي النموذجي يتم افتتاحه في جدة بعد حي المنتزهات والصفا وتجول الأمير خالد الفيصل في مرافق المركز واطلع على ما يحتويه من خدمات تقدم برامج تسهم في رفع روح المواطنة والولاء والاعتزاز بالدين والعقيدة ورفع مستوى الفكر الأمني ويقدم المركز ستة برامج رئيسة لتطوير الأسر المنتجة وتعزيز الروابط الاجتماعية والقيم التربوية وبرامج للتدريب والتطوع والتوعية الصحية والبيئية وغيرها من البرامج سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية حكومة المملكة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية المتضمن مئة طن من التمور في مقر مخازن مفوضية الأمن الغدائي الموريتانية بالعاصمة نواكشوت كما سلم فريق المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مئة وعشرين طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية كينيا وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها ولتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الوصول عبر الطرق الجبلية الوعيرة إلى المحتاجين في مدرية نعمان بمحافظة البيضاء التي تتميز بتضاريسها الجبلية الصخرية الصعبة وشمل التوزيع 2016 كرتونا من التمور لـ 6048 مستفيد ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ومثالة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 269 مشروعا ميدانيا أحرزت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدما ميدانيا جديدا نحو مركز مديرية كتاف في شمال محافظة صعدة وقال مصدر عسكري يمني اليوم إن الجيش أحكم سيطرته على العديد من المواقع بمديرية كتاف وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية الإنقلابية أما في محافظة الحديدة فقد اقتحمت قوات الجيش اليمنية اليوم مركز مديرية التحيتة في المحافظة بالساحل الغربي وسيطرت القوات على أجزاء واسعة من المدينة بعد مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي الإقلابية وطرد ما تبقى من فلول الإنقلابيين بمركز المديرية ويواصل الجيش عملية التمشيط لمركز المديرية بينما تتقدم قوات الشرعية نحو إدارة المديرية ومركز شرطة المدينة وإلى سوريا حيث صرح المتحدث باسم المعارضة بأنه تم التوصل لاتفاق في محادثات مع الجانب الروسي لبدء تسليم السلاح ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود الأردنية بالتزامن مع انسحاب لقوات الأسد من عدة بلدات في الجنوب وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تنفيذ الطائرات التابعة للنظام السوري غارات متجددة استهدفت أطراف بلدة نصيب وطفس ونعيمة جنوب سوريا مشيرا إلى إلقاء عشرة براميل متفجرة على درع البلد وكثفت الطائرات الحربية التابعة للنظام غارتها على ريف درع مستهدفة مناطق في بلدة صيدة الواقعة في الريف الشرقي للمدينة ومناطق في بلدة طفس الواقعة بالريف الشمالي الغربي لدرع نشرت الخارجية الأمريكية قائمة بالأعمال الإرهابية التي راعتها إيران في أوروبا خلال العقود الأربعة الماضية بينما دع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأوروبيين لمواجهة هذا الإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني وجاء في مقدمة القائمة أن النظام الإيراني قد جلب المعاناة والموت للعالم وشعبه ففي أوروبا فقد تسببت الاغتيالات وتفجيرات والهجمات الإرهابية الأخرى التي ترعاها إيران في تشويه حياة عدد لا يحصى من المدنيين وشرحت القائمة بالتفصيل العمليات التي قامت بها أجهزة المخابرات الإيرانية أو عملاءها من ميليشيات حزب الله اللبنانية من تفجير واغتيالات وأعمال خطف وقتل ضد معارضي النظام الإيراني أو أهداف لأمريكا وحلفائها وأضاف بومبيو بأن الوقت قد حان لمواجهة الحقائق حول نظام إيران قتل 24 شخصا على الأقل وأصيب 49 آخرون بينهم رجال شرطة وإطفاء جراء انفجارات عدة في مستودعات للألعاب النارية بمدينة تولتبيك شمال العاصمة المكسيكية وفاد وزير الأمن العام أن من بين القتلى أربعة رجال إطفاء وخمسة عناصر من الشرطة وقد سبق وأن شهدت المدينة حوادث عدة مشابهة في السابق كان أكثرها دموية في العام 2016 عندما قتل 42 شخصا أعلنت السلطات التايلندية اليوم ارتفاع حصلة قتلى حادث انقلاب قارب قبل تسواحل محافظة بوكيت الواقعة جنوب البلاد إلى 33 شخصا فيما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين وكان رئيس إدارة مكافحة الكوارث في جزيرة بوكيت قد ذكر في وقت سابق أن قاربين يقلان 146 شخصا بينهم 129 سائحا صينيا غرقا بالقرب من الجزيرة التي تعد مقصدا سياحيا تتابعون في نشرة المساء بعد قليل تأهيل علماء المستقبل وتحديد هوياتهم العلمية من خلال برنامج موهبة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد تتواصل الفعاليات المتنوعة في سوق عكاظ حيث نظمت هيئة الترفيه مسرحية الشاعر مسكول والتي تقدم على مدى ثلاثة أيام وصممت خصيصا لهذه الفعالية المزيد عن هذه الفعالية في سياق التقرير التالي الوجبات للضيوك يا شباب والله أهل الطائف لم يقصروا معنا بالكامل الجود هذا أسترار ضمن فعاليات سوق عكاظ التاريخي وبدعم من الهيئة العامة للترفيه تتواجد مسرحية مميزة للفنان الكويتي طارق العلي تحكي عن سوق عكاظ التاريخي في قالب كوميدي وهادف وتعرض على مدى ثلاث أيام متتالية اليوم نقدم فقرة من ضمن فعاليات كثيرة في هذا المهرجان الطيب والقدم السرحية تتكلم عن همية القراءة والكتاب وأيضا العنصر الفاسد دائما يجتث على قولته من عرجة ويأتي بالإنسان الصالح يا أخي نحن من زمان كان ودنا نجي سوق عكاب ولكن ما صارت فرصة والآن جاءت الفرصة نحن سعداء أننا في الطائف وفي سوق عكاب تنوعت المسرحية بمواضيع مختلفة وقصائد جاءت بطابع كوميدي يحكي ما كان عليه السوق في الحقبة الماضية أنا المعروف بمسقول أبو المعارف أكتب أشعارا وقصصا مليئة بالطرائف ولاقت هذه المسرحية إقبالا كبيرا ومميزا من زوار السوق للقناة السعودية صالح العمري الطائف بهدف تمكين الطلاب والطالبات لتبني المنهج العلمي وحب العلم في الربط بين الدروس النظرية والأعمال البحثية لتأهيل علماء المستقبل لتحديد هوياتهم العلمية في مراحل مبكرة فقد أطلقت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة برنامج موهبة الإثرائية الصيفية في المنطقة الشرقية برنامج موهبة الإثرائي الذي انطلق قبل أيام في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام من البرامج الصيفية المهمة التي تنظمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع في عدد من مناطق المملكة هذه برامج لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع يمارس فيها الطالب الجوانب العلمية والمهارية والاجتماعية وكافة المهارات التي نسمى المهارات الناعمة الطلاب بفطرتهم موهوبين وطالب الموهوب دائما لديه مساحة ومرونة وهامش يتحرك فيه أكثر من غيره يقوم برنامج موهبة بتبني الطلاب الموهوبين من خلال الربط بين الدروس النظرية والتطبيق العملي لتأهيل علماء المستقبل وتحديد هوياتهم في مراحل مبكرة وفي مختلف المجالات رأينا أيضا مدى الحرص على تنمية قدرات الشباب والشباب أساسا هم موهوبين تم تجاوز الاختبارات موهبة والآن نرى النمو المتسارع في قدراتهم البرنامج يتيح لك فرصة أن تختار تخصص لديك فرص ثلاث سنوات أن تختار مجال هندسة أو مجال الطب أو مجال تشفير المعلومات علمنا نصبر وعلمنا شلون نتحمى ضغوط النفسية في البعد عن الأهل يسعى برنامج موهبة لبناء قاعدة من المبدعين وبناء مجتمع موهوب يساهم في تنمية الوطن محمد الحمادي الدمام في خبرنا الاقتصادي قالت الصين إنها مضطرة لهجوم مضاد وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما عقابية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار بينما لم تكشف بكين عن تفاصيل بشأن الكافية التي سترد بها وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الولايات المتحدة تشنت أكبر حرب تجارية في التاريخ وإن ذلك سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي وأضافت الوزارة أيضا أن الصين ستطلع منظمة التجارة العالمية على الوضع وستعمل مع دول أخرى لحماية التجارة الحرة والنظام متعدد الأطراف موضحة أن البلاد ستواصل فتح أسواقها وتعميق الإصلاحات وكانت بكين قد ذكرت في وقت سابق أنها ستقوم بفرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة تماثل نفس قيمة السلع الصينية التي تأثرت بالرسوم الأمريكية بهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية نشرة أخبار المساء ولم يتبقى لدينا سوى التذكير بأهم العنوان الجيش اليمني يسيطر على مركز التحيطة ويقترب من معاقل الانقلابيين في صعدة اتفاق بين المعارضة وروسيا والضائرات الأسد تكثف قصفها على درعا والخارجية الأمريكية تدعو لمواجهة الإرهاب الإيراني